فاكر مبارح لما وقفت هنا وقلت لك انه في حاجة غلط بتحصل احنا بقلنا 3 اسابيع كل اسبوع في حدثة بتودي الناس نحية الجيش بتزعل الناس من الجيش وضربت لك المثل انه في اخر عهد مبارك الداخلية راحت في 60 دهيا لان هي وصلت لدرجة من الغشومية فاكر لما قلت لك ان انا مش اقدر اقول هل السيسي بيورط الجيش ولا كتر الظلم والضوء الاخضر اللي هو مديه للشرطة والجيش خلهم يبدأوا يتجننوا خلى جنون العظمة تبقى حالة عامة داخل السلطات الامنية والعسكرية في مصر كلمت معاك مبارح في النقطة دي قلت لك خلي بالك الجماعة دول بيدي او بيد عمر وواضح ان هم مختارين ان القصة تبقى بيدهم الحادثة اللي هنتكلم فيها واللي حصلت مبارح هي استمرار لنفس المسلسل القمي نفس المسلسل القمعي مسلسل البلطجة لا دي مش بلطجة مسلسل جنون العظمة مسلسل ان انا بتكلم معاك وانت بتكلم معايا فاختلفنا فبدل مثلا ما اقولك خلاص يا عم كل واحد يروح لحاله لا بطلع الطبنجة وبضربك بالنار ايه ده ده اللي حصل بالضبط مبارح في مرسمة روح في سيدي براني لما زابط في اسم الشرطة هناك اختلف مع مواطن من مطروح فقرر انه يقتله بثلاث رصاصات من المسافة صفر لانه اختلف معاه في سوبر ماركت تعال نشوف النشط الحقوقي نور خليل كتب ايه على حسابه ووصف الوقع بايه بيقول مبارح زابط شرطة من قسم سيدي براني في مطروح حصلت مشده بينه بين مواطن اسمه فرحات المحفوظي من المحافيض اللي هي جزء من قبيلة اولاد علي الزابط وفي وسط محل تجاري طلع سلاحه ضرب المواطن ثلاث رصاصات اتله اهالي مطروح حصروا الاسم مبارح وركزوا في السطر ده لانه مهم قوي الامر استدعى تدخل قوات الجيش لحماية القسم من غضب اهالي براني بحسب المعلومات المنشورة تم نقل الزابط لقاعدة عسكرية ده الجزء الثاني المهم في القصة حتى الان ما فيش بيان رسمي واحد لم الداخلية لم النيابة لم السلطات العسكرية اللي استدعى الامر تدخلها موضوع ما ينفعش يعدي بدون توضيحه محاكمة خاصة واحنا لسه اول مبارح مواطن في اسكندرية مات في اسمه بعد القبض عليه بايام لها باسبوع ظابط جيش قرر يدوس اسرة بعربيته مفيش بديل غير محاسبة حقيقية افلات المجرمين من العقابة ينكم موقعهم خطر على الامن العام للبلد كلها مع هاشتاك حق فرحات المحفوظي نور خليل من المصادر الموثوقة ومن المصادر الحقوقية الموثوقة والتي لها مصداقية كبيرة في الحقيقة وبالتالي هو نشر تفاصيل هذه الجريمة وهناك عدد اخر من الناس اتكلم عنها انا عايز اتكلم في الرواية اللي نور قالها واللي تم اثباتها او تأكدها بعد كده بروايات شهود عيان واصدقائه هنستعرضها مع بعض انه الجزء الاول هي فكرة انه الزابط اختلف فطلعت طبانجة وقتل انا عايز اقف هنا شوي ويمكن خلينا اتكلم مع الناس هنا انا مش فاهم ايه اللي بيحصل جوه الشرطة وايه اللي بيحصل جوه القوات المسلحة انه حضرتك لما بتختلف مع حد حضرتك لما بتختلف مع حد مش بتاخده على الاسم او مثلا مش بتجيب الشرطة العسكرية تقبض عليه او مثلا مش بتحقق معاه لا احنا بنعيش في عالم الان لما بتختلف مع ظابط شرطة او جيش بيطلع سلاحه بيقتلك بيركب عربيته بيموتك انا الحقيقة مش قادر افهم ومش قادر اتخيل وما عنديش تبرير وزي ما قلت النهاردة الصبح بقول تاني وانا على الهوى معاك اهو القصة ملاش علاقة لا بالسياسة ولا باعترافك بالنظام ولا غيره ولا بمعرضتك للنظام او تأييدك القصة ملاش علاقة بكل ده قصة ليه علاقة بالمنطق ليه علاقة بالعقل ليه علاقة بالامان اللي كان فيه مواطنة مصرية بتكلم معايا فين بارح بتقول لي احنا عندنا امن وامان من من الشعب المصري الان امن على حياته اذا ما تعرض لمشاجرة او خلاف لفظي مع ظابط شرطة او ظابط في القوات المسلحة هيحصل ايه هتندرب بالنار هتندس بالعربية يبقى اذا احنا امام اعادة تشريع للتعامل مع ظابط الشرطة وظابط الجيش وده مشكلة كبيرة جدا يا جماعة ده خلل في المجتمع عشان كده نور بيقول ايه في السطر الاخير ان اللي بيحصل ده خطر على الامن العام للبلد كلها ايوة هو الكلام ده مش مبالغة فيه خطر على الامن العام للبلد كلها فيه حالة فوضى هتكون مغلفة ومعلبة بالردبة الميري والبندقية العسكري بالردبة بتاعت ظابط الشرطة او الظابط العسكري ظابط الجيش فيحنا امام مشكلة المشكلة دي بعد شوية هلخصها لكم في صورة اللي بيحصل في مصر الشهر اللي فات هنلخصه مع بعض في صورة كمان شوية لكن ده نذير خطر اللي بيحصل ده هيؤدي لفوضى ليه هيؤدي لفوضى لانه اهالي مطروح حصروا الاسم من بالك ودي البداية خلي بالك لازم كويس اوي الاجهزة الامنية والاستخباراتية تقرأ اللي حصل في مطروح مبارح وهتسمعوا بصوت واحد من زعماء القبائل في مطروح كمان شوية وواحد كان له علاقة وثيقة بعبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية اللي بيحصل بيهدد الامن العام لمصر بيؤدد الامن العام للدولة بيهدد الامن العام للمية وعشرة مليون ولا المية وخمسة مليون اللي بيحصل مش أمر هين اللي بيحصل ان احنا بنلغي تماما دولة القانون وبتبقى شريعة الغاب بيبقى البقاء للأقوى اهالي مطروح زعلوا فراحوا على الاسم فاجبتولهم الجيش خدوا الضابط حطوه في قاعدة عسكرية الخطوة الجاية هيروحوا لقاعدة العسكرية فخلي بالكو اللي بيحصل في الآخر هينفجر في وشه كنته زي ما قلت مبارح النقطة اللي بعد كده تم نقل الضابط لقاعدة عسكرية نرجع تاني لنقطة الجيش مبارح تاني بيتم تصدير الجيش ان هو هيبى أصل المشكلة بدل ما الجيش يجي ياخد الراجل ده يوديه النيابة ولا يبرد كده ويطفي نار الناس وقول لهم يا جماعة معلش وإحنا خلاص خدناه وديناه النيابة العامة لا ده احنا هناخده كجيش نحميه عندنا في القاعدة العسكرية فانت بتزيد غضب وصخط الناس تجاهك كمؤسسة عسكرية كجيش تحول إلى نار نكمل كده ونشوف صورة الشاب بفرحات أبو الشردة أو أبو محفوظ اللي مات مبارح على يد زابط الشرطة صديق لفرحات كتب على صفحته على الفيسبوك أيضا بينعي صديقه تعالوا نشوف قال لي عبد العزيز الجميعي قال إن لله وإن الله رجعون صديقي فرحات أبو الشردة المحفوظي في دمة الله الله يرحمك يا طيب حسب الله نعم الوكيل يجب محاسبة الضابط ولابد من القصاص كفاية استهتار أرجوكو سيادة النواب العمد المشايخ ياريت تنطفضوا كفاية أقسم باللدى من أرخيص للدرجة هادي مش أول مرة ولا ثاني مرة بزقيم اللي راح ضحية على الضابط خسيس مستهتر وغيره وغيره رحمة الله عليهم واضح أنه بتكلم على حوادث مشابهة إحنا مش رخاص للدرجة هذه يجب صدقه يصل إلى السيد رئيس الجمهورية من هذا الظلم والتنكيل بأبناء مطروح الأبرياء حسب الله نعم الوكيل تعازينا لكل قبائل مطروح عامة في فقيدنا المغدور يعني الحالة متكررة ودي الحقيقة لشهدات كثيرة جدا وصلتنا ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنا الحقيقة جاءتني رسائل لم أتأكد من صحتها وأنا ما تعودتش معكم أن أنا جيلي رسالة من أي حد أطلع أقولك أنا جالي مصدرهم ما فيش الكلام ده فأنا الحقيقة وصلتني رسائل على تويتر وعلى فيسبوك لكن ما نشر من مصادر موثوقة زي نور خليل وزي آخرين الحقيقة هي دي اللي احنا جايين نتكلم بها النهاردة تعالوا نشوف جزء آخر من الجنازة بتاعة فرحات أبو المحفيظ دي صورة من الإعلام بتاع الجنازة أو المعاد بتاع الجنازة أنها تبقى بعد صلاة الدور بجامع الزويدة وبعدها كان فيه فيديوهات انتشرت عن غضب الأهالي في حضور القوات المسلحة المصرية نتابع هل سيدي براني راحوا حصروا اسم الشرطة اللي منه هذا الضابط واللي الشهادات المتواترة بتقول أن هذا القسم أصبح قسم سيء السمعة وبيحصل في انتهاكات كتيرة جدا نتابع الكلام ده أنا بقالي شهور بقول أن العب الغربي يغلي سيخرب عن السيطرة من معاملة يعني ايه تطلع طمان جدا كده وتطلع في الناس الضابط يغم مواضع على أي سنة في القانون طيب طلعونا الصورة الفيديو ده هنجيله بعد شوية طلعونا الصورة كده بتاعة الشباب في مطروح وهم محصرين اسم سيدي براني في صورة مش كده دي صورة للأهالي وهم محصرين الاسم وقيل أنه تم استخدام القنابل المسيلة للدموع ومع غضب الأهالي الشرطة استعانت بالقوات المسلحة المصرية المحامين في سيدي براني عملوا بلاغ وكان في صورة من المحضر خلينا برضو نشوف الصورة مع بعض لأن الأمر بيتصعد بشكل كبير جدا بيقولوا أنه في حملة مبكرة من رجال الأمن عشان يعملوا قبض القاء القبض عشوائيا على مجموعة من المواطنين وبتكلموا على مجموعة من الانتهكات طيب كل ده كان بيقول أنه في غضب شعبي جوه مطروح لحد ما ظهر شخص ما اللي شفته في الفيديو من شوية واللي هنسمع دلوقتي يقال إيه بالزبط الشخص ده اسمه سعيد الحفيان سعيد الحفيان لمن لا يعرفه هو عمدة في مطروح وزعيم من زعماء القبائل الغربية وهو من الرجال مطروح اللي التقوا عبد الفتاح السيسي عندما كان مشيرا ومرشحا في انتخابات الرئاسة في 2014 بل والأكثر من ذلك أنه قلده يعني قلادة أو عصى مرشالية حاجة من تقاليد القبائل الغربية في مطروح وبالتالي الراجل ده خرج النهاردة في فيديو على صفحته اللي بتبعها أكثر من 50 ألف على الفيسبوك ووجه مجموعة من الرسائل القوية الفيديو مدته 12 دقيقة لكن أخطر جزء قاله سعيد الحفيان هو الجزء اللي هنسمعه دلوقتي الكلام ده أنا بقالي شهور بقول أن العب الغربي يغلي سيخرج عن السيطرة من معاملة يعني إيه تطلح طمان جدا كده وتضرب في الناس زابط يقضى المواضن على أي سنة في القانون زابط يفتش لعفلوس بيأخدها مردحاش المواضن مواضن جاي يزور حاج يضرب لإفلس هو دي وغيرها 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 مفيش لغة للغة للضرب وأنتو الكبيه دي عادك من انتو نايمين اتناغلوا لما يقول لك مستقبلوا مش مستقبلوا جادة رئيس الصحراء محتاجة ضبط لا أعرفش أنا اعتقادي بأجري خلق سينا أخرين لأن سينا ملعتش معالجة سليمة المعالجة غير سليمة خلقت سينا وخلقت الإهلاد يعني ثورة 25 يناير سببها قضية صغيرة في الإسكندرية بتاع شامس مخالد سعيد قضي العلاج بدخليه اللي بيقوله سعيد الحفيان خطير سعيد الحفيان هنا أوجه مجموعة من الرسائل الخطيرة للنظام المصري تعالوا نشوف عشان اللي مقدرش يسمع الصوت كويس الرجل قال إيه بيقوله العب الغربي المنطقة الغربية مطروح يعني بيغلي سيخرج عن السيطرة من معاملة الناس ما فيش لغة غير لغة الضرب اللي احنا بنقولون بارح أنت بادئ تصطدم بقطاعات مختلفة من الشعب المصري بيكمل سعيد الحفيان وبيقول اعتقادي ودي أخطر حاجة ألها الحقيقة اعتقادي أنه يجري خلق سيناء أخرى لأن سيناء ملقتش معالجة سليمة المعالجة غير السليمة هي من خلقت سيناء وخلقت الإرهاب يعني إيه؟ يعني أنتوا السبب في اللي حصل في سيناء ودلوقتي أنتوا السبب في أنتوا بتخلقوا سيناء تانية في مطروح رسالة قوية جدا من راجل زي ما بقولك سلم السيسي عصى المرشالية وقال له لو سمحت يا سيادة المشير في 2014 لما تنجح ارفعها لما تبقى رئيس وكانوا بيثنوا على عبدالفتاح السيسي وكانوا بيتكلموا أنه فخمة الرئيس اللي مستوعب كل حاجة هو بيوجه له الرسائل هنا أنا مش بيقولك أنه منقلب عليه ولا بيقول له انتواح لا هو بيوجه له الرسائل بيقول له خلي بالك يا سيادة الرئيس اللي أنتوا بتعملوه في سيناء أو اللي عملتوه في سيناء هو بيتعمل دلوقتي في مطروح الأمور هتخرج عن السيطرة بعدين ختم بحاجة السيسي ما بيحبهاش وربنا يسطر على السيد سعيد الحفيان في اللي هيقوله إيه اللي قاله بيقولك ثورة 25 يناير قال عليها ثورة سببها قضية صغيرة في الإسكندرية بتاعت شاب اسمه خالد سعيد قتل على يد الدخلية وكان يجب المعالجة الصحيحة وظلت كرة الثلج تتضخم إلى أن وصلنا للثورة نهايات حكم مبارك ترجمة نانسي قنقر